وصل عدد الكتارات التي عبرت ممر على طاو إلى 5027 كتاراً عام 2020 بسيادة 41.8% على سنسن سنوي بينما بلغ إجمالي الكتارات التي عبرت معبر خرقوس 4652 كتاراً بسيادة 37% على سنسن سنوي وأشارت مصادر بشركة إلى التحول كمية كبيرة من البضايا التي كانت تنقل إلى أوروبا جواً وبحراً إلى النقل عبر كتارات الشحن بين سن وأوروبا العام الماضي وأضافت لمصادر أن سلطات السكك الحديدية المحلية زادت من طاقة الاستعبية لكذن من ممر على طاو ومعبر كوركوس وحسنت من عملية الإنتاج في عام 2020 ومن خلال تعزيز تنسيق بين سلطات السكك الحديدية والجمارك ومراكبة الحدود والسلطات القذاكية انخفضت المدة التي يحتاجها الكتار لأوبور الحدود الأقل من ساعة بدلاً من عشر ساعات وحالياً يمر نحو 22 خطاً من خلال ممر على طاو وتصل هذه الخطوط إلى 13 دولة من بينها ألمانيا وبولندا ويمر 16 خطاً من خلال معبر كوركوس لتصل إلى أكثر من عشر دول من بينها أسبيكستان ترجمة نانسي قنقر